بسم الله الرحمن الرحيم طلاب العزاء أهلا بكم مرة تانية في مقرر بحوث العمليات هنتكلم في هذا الفيديو عن أساليب إدارة المشروعات أهدافنا في هذا الفصل التعرف على أهداف استخدام أساليب إدارة المشاريع التعرف على مراحل إدارة المشروع تمثيل المشروع بشبكة عمل تمييز بين الأنشطة الحرجة والأنشطة غير الحرجة بالمشروع ثم إيجاد المسار الحرج لأنشطة المشروع أولا ما هو المشروع المشروع عبارة عن مجموعة من الأنشطة أو المهام المتدخلة يجب تنفذها في تتابع المشروع محدد بهدف إنجاز المشروع بأكمله تداخل أنشطة المشروع يكون بحيث أن بعض الأنشطة لا يمكن البدء فيها قبل الانتهاء من أنشطة أخرى ده معنى تداخل أنشطة المشروع الهدف من استخدام أسليب إدارة المشروعات رقم واحد تحديد الوقت اللازم لإنجاز المشروع بأكمله الهدف الثاني إعداد جدول زمني يحدد مواعيد بداية ونهاية كل نشاط من أنشطة المشروع الهدف الثالث تحديد الأنشطة الحرجة والتي يجب إتمامها في الوقت المحدد تماماً إذا أردنا إنجاز المشروع في الوقت المخطط له الهدف رقم أربع تحديد الحد الأقصى الذي يمكننا به تأخير بعض الأنشطة غير الحرجة دون أن ينتج عن هذا التأخير تعطيل المشروع بالكامل مراحل إدارة المشروع رقم واحد مرحلة التخطيط تنقسم إلى ثلاث أجزاء واحد تقسيم المشروع إلى عدد من الأنشطة المنفصلة تماماً عن بعضها البعض اتنين تقدير الوقت اللازم لإنجاز كل نشاط رقم ثلاثة تمثيل هذه الأنشطة بشبكة عمل مرحلة رقم اتنين هي مرحلة الجدولة هي مرحلة عمل الجدول الزمني الذي يوضح وقت بدء وانتهاء كل نشاط لابد أن يوضح هذا الجدول ما هي الأنشطة الحرجة وما هي الأنشطة غير الحرجة الأنشطة الحرجة زي ما قلنا هي الأنشطة اللي محتاجة أننا أنفزها في وقتها المحدد لأن أي تأخير فيها يعني تأخير المشروع ككل وما هو الزمن الفائد في حيات الأنشطة غير الحرجة ما هو الزمن الفائد لهذه الأنشطة غير الحرجة ثلاثة مرحلة المراقبة تتضمن استخدام شبكة العمل والجدول الزمني اللي تم إعدادهم لعمل متابعة تقدم المشروع خطوات تمثيل المشروع بشبكة عمل رقم واحد إعداد قائمة بأنشطة المشروع رقم اتنين إعداد قائمة بالأنشطة السابقة لكل من الأنشطة الداخلة في المشروع رقم ثلاثة حساب الوقت اللازم لكل نشاط رقم اربعة رسم شبكة عمل تمثل الأنشطة وأوقاتها كما يلي يمثل كل نشاط بسهم يكتب أعلى هذا السهم اسم النشاط وأسفل هذا السهم يكتب مدة إنجاز هذا النشاط تمثل بداية كل نشاط ونهايته بدائرة مع مراعاة أن لا يخرج سهمان من دائرة واحدة ويدخلان في دائرة واحدة ما هو المصار الحرج؟ هو أطول مصار يربط بين بداية ونهاية المشروع ومدة هذا المصار الحرج تساوي المدة اللازمة لإنجاز المشروع ككل أيضا يمثل المصار الحرج مجموعة أنشطة متتالية تعرف بالأنشطة الحرجة نتعرف عليها في مثال حالا والتي ينتج من تأخير أي نشاط في هذه الأنشطة تأخير زمن انتهاء المشروع ككل ترجمة نانسي قنقر